إذن عندنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بدراسة هذا الكتاب نعم السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد السؤال الثاني ما هي الأصول الثلاثة باختصار الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبل الثلاثة التي تسأل عنها في قبرك بعد أن تموت نعم السؤال الثالث لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب لأننا طلاب الطالب لابد يرجع إلى العلماء إلى الأئمة يسأل كيف أطلب العلم كيف أدرس سؤال الثلاثة سؤال الثلاثة أو الطالب يبدأ أولا في دراسة التوحيد و أول كتاب التوحيد هذا الكتاب الأصول الثلاثة سؤال الثلاثة مالفائدة من هذه الدراشة مالفائدة من هذه الدراشة مالفائدة أننا إذا تعلمنا الآن هذه الأسول الثلاثة وعملنا بها وعملنا بها وداعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة إذا نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر وهذا أفضل ثمرة هذا الكتاب يحتوي على أقسام خمسة هذه الكتابة تقسام خمسة الأولى المشايل 4 المشايل 4 المشايل 3 المشايل 3 المشايل 3 المشايل 4 إلى تلقابرة الثلاثة كتابة كتابة وطمئة 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 وطمئة